إذن إخوتي في الله صراط الله واضح ولا يمكن أن ينجو أحدا من مصدات الصراط إلا بالعلم النافع العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة على فهم سلف الأم وتعلم خاصة العلم النافع علم الأصول الإسلام والإيمان والإحسان تعلم التوحيط حتى تأخذ به وتدعو به وتعمل به تعلم الشرك حتى تحذر منه ولا تقع فيه الآن عندنا الدين الإسلامي على مراتب ثلاث إسلام وإيمان وإحسان جمعها حديث واحد حديث واحد حريم بمن عكف على هذا الحديث وفقها أن يفقه دينه كله حديث عمر المعروف حديث جبريل في صيح مسلم في آخر جملة في الحديث هذا جبريل أتاكم إيش فعلمكم دينه يقول بالرجب الحنبلي في جامع علوم الحكم وقال ذلك أيضا عنه بالعثيمين في شرياض الصالحين شرح رياض الصالحين واربع النوية قال ديننا في هذا الحديث الدين كله في هذا الحديث بعض الناس يروح يتخبط في كتب الفلسفة في كتب الثقافات ومدره وشدون يترك هذا الحديث لجمع الإسلام والإيمان والإحسان والآخرة وعلمة الساعة فلابد من الفقه النجاة النجاة من أراد أن يثبت على هذا الصراط بعد توفيق الله جل وعلا ودعاءه سبحانه وتعالى أن يتعلم يطلب العلم الشرعي ويصبر عليه ويجرد نفسه في طلب العلم الشرعي حتى ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى